فعلى قولتنا أهل مكة يعني مناحلة كان فيه مناحلة كبيرة بالناحل مع الناس عشان نشرح لهم إيش اللي صاير مع الكوفيد يمكن أنا تعامل مع الوباء هذا مختلف عن ناس كتير وأطباء كتير لإني حياتي كلها عبارة عن أوبيئة يعني أنا شغلتي كمكافحة عدوى هو التعامل مع الأوبئة فبالنسبة لي يعني إمكان حجم الوباء طبعا ما مر على أحد يعني وما مر على العالم من مئة سنة لكن أساسيات التعامل مع الوباء موجودة النواقص اللي كانت موجودة في البلدان معروفة ما هي جديدة فأنا أستغرب أحيانا من زملائي وفي ممكن زميلتي كانت تشتغل معانا برضو في مكافحة العدوى الدكتورة مها الدكتورة مها المونيفة الله يذكرها بالخير وكنا نتكلم يعني أنه أخيرا الناس حتبدأ تغسل يدها أخيرا الناس حتعرف إيش يعني لا تزوروا المستشفيات إذا ما عندكم شغلة في المستشفى يعني لدرجة أنه وصلنا المرحلة أنه المستشفيات في الولادات مثلا أو الزيارات أصبحت كأنه الواحد رايح عزيمة أو حفلة وأنا على رأس هرم مكافحة العدوى أياميها كنت أستغرب وأتضايق كتير والناس تنظر لأنه حنان يعني هادي ولادة يعني نبغى نروح نزور ونأخذ الشوكولاتات والحلويات فأخيرا يعني يمكن الكوفيد كانت لها آثار سلبية كبيرة جدا بس نأمل أنه يعني نقدر نحط الأساسيات والناس تبدأ تستوعب إيش الصح وإيش الخطأ بالنسبة للتعامل مع بيئة المستشفى المنظمة اضطرت في الشهور هادي مع كوفيد إلى إعادة تهيئة المنظمة والموظفين ومن ضمنهم أنا فأنا أول ما انضميت للمنظمة كنت مسؤولة عن برنامج مكافحة أو مقاومة المضادات الحيوية الآن أنا مسؤولة في البرنامج التضامن العالمي لمكافحة كوفيد عن فرع التشخيصات اللي هي الـ Diagnostics وهذه برضها مع منظومتين كبيرة جدا اللي هي Find و Global Fund فهدولة يعني بنحاول أنه كيف نساعد الباحثين في إيجاد تشخيص سريع لمرض كوفيد وإن شاء الله هذا الموضوع حيكون لقينا له حل في الأشهر القادمة يمكن هو أسهل بكثير من إيجاد فاكسين أو تطعيم للكوفيد بس هذا أخذ حيز كبير من عملي وكثير من اللي يشغالين في المنظمة أو اللي بيعملوا في برامج معينة اضطروا يعيدوا توجيه أعمالهم إلى أشياء تخص وتساعد أجندة الكورونا على الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا